هذا وشهدت اختبارات منشد الشارقة في القاهرة اقبالا كثيفا من المنشدين الذين جاءوا من مختلف محافظات مصر وشهدت لجنة التحكيم بالأصوات المتقدمة للاختبارات إن قدر الله شيئا أن تقاربه يوما هنا القاهرة هنا موهبة الإنشاد وصوب إمارة الشارقة تتجه الأنظار للمنافسة على لقب منشد الشارقة عبر خوض اختبارات الأداء يتحدث الجميع عن السعي وراء الحلمة وقد يكون هذا المشهد هو أقصى درجات السعية محمد إهاب صبري لم يخضع لآلامه في أسفل الظهر بعد إجرائه لعملية جراحية منذ أقل من 48 ساعة ليغادر المستشفى ويخوض الاختبار مستبدلا طبيبه الخاص بوالدته التي رافقته نحو تحقيق حلمه أنا عملت عملية من يومين وأول ما شفت المسابقة منشد الشارقة قلت أن أقدم فيها رغم أن أعمل عملية وكذا فأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن أبقى منشد الشارقة وإحصى على اللقب يعني بإذن الله بعد كرام ربنا سبحانه وتعالى كان بيحب أو يقلد القراء بتوع الحرم والمؤزنين وبيجيب نبراتهم وبيحب مزان حتى كنا بنيطلع عمره أو حج هو اللي كان في الباص بيقوم بينا كان بيحب دايما يبتهل وينشد وراء كل متسابق قصة وحكاية فهنا من جاء من محافظة بعيدة وقطع مئات الأميال ليحقق حلمه وهنا كفيفة جاء برفقة صديقي ليضيء له طريقه أما هذا فجاء مشجعا لأخيه الأكبر ومع وصوله وجد أن شروط مصابقة هذا العام تسمح بمشاركته في الاختبارات ليبادر لخوض التجربة برفقة أخيه أنا كنت جاء على أساس أن أنا أصغر من السن يعني أن أنا 18 سنة أصغر من السن لكن قلت إيه أن أنا هاجي أخذ خبرة وهكذا لكن فجئت أن السن أصلا بقى ينفع يعني أنا وعندي 18 سنة أنا أشترك في المسابقة ويمكن فيه فرصة أني أفوز لكن أنا يعني جاي في الأساس علشان أخذ خبرة أكتر وأتعلم الشارقة قامت بإنشاء هذه المنصة جعلت يعني الشباب يهتمون بالفن الإنشادي الديني بحيث يتسابقون مع الآخرين ويتفوقون ويعني يجدون ما لا وجدوا من قبل اختبارات منشد الشارقة في القاهرة لم تقتصر على المصريين وحدهم فهؤلاء مجموعة من الشباب القادمين من سوريا جاءوا للعاصمات المصرية لخوض الاختبارات وتحقيق أحلامهم ووسط هذه المشاركات القوية والمميزة عبرت لجنة التحكيم عن سعادتها بالمواهب التي تقدمت في مصابقة منشد الشارقة ووصفت اللجنة هؤلاء الشباب بالمحترفين كل سنة بيبقى فيه تطور وكمال المتسابقين لما بنقولهم معلومات ومنقولهم أي تفاصيل بيحاولوا يتعلموا منها ويجوا المرة الجاية أحسن وأحسن وأحسن فالحمد لله بيبقى فيه تطور في الأصوات وفيه تطور في الخيال وفيه في الاختيارات كمال لأنه في بعض الناس بتبقى الشارقة تختار إيه أو تقدم إزاي الحمد لله يعني فيه تطور كبير مع المنشدين الحمد لله رب العالمين أكثر من 250 شابا تقدموا للالتحاق باختبارات منشد الشارقة بالقاهرة في دورته الخامسة عشرة ما يعكس مكانة البرنامج في بلد النيل واهتمام المصريين بهذا الفن الراقي فالكل هنا يمني النفس بأن يصبح من الشارقة منشدا للعالم العربي من مصر هنا منشد الشارقة لأخبار الضارة محمد عبد العظيم القاهرة